موسيقى بنكمل مع بعض أو بنبدأ مع بعض concept 3-3 اللي بيتكلم على renewable energy وطبعاً الباكتشورز التلاتة اللي قدامي دول فيهم الwater turbine والwind turbine والsolar panel السolar طبعاً هي الجاية من from sun واللي هي main source of energy واخدنا قبل كده السolar panel لما جينا نتكلم على curiosity وكنا بنقول ان هو ان السolar panel collect sun ray we change solar energy into electric energy الwater turbine طبعاً نتيجة القينتك بتعمل change برضو أو generate electricity وكذلك الwind turbine برضو generate electricity طيب بيبتدي يكلمني ويقول لي what our difference way can use renewable energy to generate electricity عندي طبعاً أولاً solar panel والsolar panel generate electricity by using solar energy which used to operate طبعاً light posts in street في أعمدة نارة بتبقى شغالة بيه السolar panel أو بالألواح الشمسية الwind turbine طبعاً generate electricity by using kinetic energy of wind والwater turbine generate electricity by using kinetic energy of water وكنت نزلت الليسون ده السنة اللي فاتت بس للأسف الفيديو فيه أخطاء لأنه منهك طبعاً تغير فبعتزر وي بنزله الكوتين يعني لشان تعرفوا تذكروا وتبدون يا أسل طيب هنا بيقول لي put true in front of device generate electricity from generate electricity تمام generate put true in a picture أو device generate electricity طبعاً المكسر المكسر اللي هو المانوال ده طبعاً مش بيطلع electricity الwater turbine أيوة والwind turbine برضو أيوة ببتدي بقى أتكلم على ال wind mile والwater mile والفكرة كلها هنا أنه هنا بيقارن لي بdevices قديمة كنا بنستخدمها زمان بdevice واتطورت دلوقتي وبقينا نستخدمها في طريقة مختلفة ففي الأول هنا بس علشان هنا الموضوع يعني فيه رغي كتير بس هو بسيط جداً القصة كده قبل ما نتكلم خالص على الwind mile والwater mile كان فيه زمان الطوحين هوا واللي هي طحونة الطوحين الهوى والطوحين المية وكانت الwind mile والsolar والwater mile دول كنا بنستخدمهم ليه طحن الحبوب كانت الناس بتدور على آلات أو معدات تساهل عليهم حياتهم فبدأوا أنهم يبدأوا أنهم يعملوا طوحين الهوى عبارة عن مروحة كده مبنى بيبقى فيه مروحة والمروحة دي بتدور بالهوى والهوى ده لما بي يعني بلايدز بتاعة المروحة بتلف معه الهوى بيبتدي يلف كده الآلة اللي هي بتطحن الحبوب وكذلك برضو الwater mile بيبتدوا يدوروا السقية بتاعة المية دي وتبتدي أول ما تلف تبتدي برضو تشغل المطحنة بتاعة الحبوب وكانت ميزتها إن تكلفتها وليلة وكمان إنها renewable لما بدأوا يحدسوا بقى وبدأت الدنيا تطور بدأوا يقولوا طب ما نبتدي إن إحنا نطور الwind mile والwater mile ونعمل حاجة اسمها wind turbine water turbine ودول إحنا هنستخدمهم to generate electricity يعني الخلاصة هنا إن أنا كان عندي wind mile water mile وبقى عندي wind turbine water turbine wind mile water mile دول كانوا بيعملوا green أو crush للإيه للغرين يعني طحن للحبوب أما wind turbine والwater turbine دول to generate electricity فالستوري دي كلها في الحتة دي على الجزئية دي فعشان بس إيه لما نتكلم نبقى فاهمين فهو ده اللي هو بيقول لي بيقول لي wind mile والwater mile wind move generate kinetic طبعا move the mile blades then kinetic energy transfer to part of mile to crush green تمام نفس الكلام water movement generate kinetic move mile kinetic energy transfer other part of mile to crush green تمام طب كلمة advantage يعني إيه يعني المميزات إيه المميزات هنا إنها low cost تكلفتها قليلة وإنهم renewable تمام طب إيه بقى بالنسبة للwater mile فكان ممكن نلاقي إن المكان ده dry أو ما فيهوش source of a اللي هو مصدر المية بتاعه نشفت يعني مثلا المكان اللي فيه مية ده وبيجي عليه وقت ما يبقاش فيه مية تمام فالwater may be dry بالنسبة للwind ممكن المكان ده الwind فيه not blue طب البليتزة هتلف إزاي من غير من غير ما يبقى فيه يعني يبقى فيه مية وبالتالي سوري ما يبقى فيه رياح وبالتالي الdisadvantage إن الwater ممكن dry وإن الwind don't blue ده الموضوع كده بمنطقة البساطة هنا بقى بدأ يقارن بين اللي احنا قلنا عليهم إن أنا عندي الold mile والmodern wind mile دي الold wind mile والmodern wind mile طب تعالوا نشوف قال لي الwind can use wind to a energy resource هنا برضو use wind حلو جدا have opening their blades لما نيجي نبص كده على الريحة بتاعتها هللاقي فيه فتحات كده عاملة زي المصفة هنا doesn't opening ده بتبقى رفايع كده وبتلف هنا more blades هنا هللاقي one two three four أربع ريح أما هنا fewer blades يعني three تلاتة بس one two three طيب إيه كمان قال لي they are shorter يعني لما نبص المقاسة كده هللاقي قصيرة إنما دي بتبقى طويلة طلع على الفوق قوي تمام هنا taller هنا دي كانت بتستخدم two crush green بطحن بيها الحبوب إنما دي generate electricity يبقى هنا use wind use wind تمام كده هنا blades more than blades في الأيه في التوربن هنا دي short هنا دي tall هنا دي crush green هنا دي generate electricity نفس الكلام تعالوا نقارم بين ال old water mile وال modern water mile ال water ال old water mile movement water as energy resource أما هنا move water برضو as energy resource هنا crush green إنما هنا generate electricity ده كده بمنتهى البساطة تمام طيب نيجي بقى اللي using energy from sun إحنا طبعا عارفين إن الصن هي المين source of energy provide us with light and heat living organisms need sun to survive كل الحاجات دي طبعا إحنا عارفينها sun reach us on earth and how use in our daily life إزاي بتوصل لنا وإزاي بنستخدمها في يعني حياتنا أولا night when sun not visible in sky we can أو you can feel for warm مع إن الصن مش موجودة ولكن إحنا بنحس إن الجو حر وساعات كمان نسبة الرطوبة بتبقى عالية وساعات درجة الحارة بتبقى عالية زي الصيف إيه اللي حاصل قال لي الفكرة إن الأتموسفير absorb هو بينطص الطاقة دي وبيحافظ عليها جوه الأرض وبالتالي أنا بشعر بالحرارة حتى والشمس مش موجودة land and water of earth absorb إيه the energy of sun which cause increase of earth temperature الأرض والأتموسفير والواتر absorb إيه الثيرمل وبالتالي بنحس بحرارة الشمس حتى إيه الصن مش إيه مش طلع طب تعالوا بقى نتعرف على نوع الصن الصولار إيه قال لي إن الصن الانرجي اللي جاي من الصن اسمها صولار contain light and thermal energies طيب قال لي إن الصولار energy that is produced from sun contain type of energy بقول عليه بقى إيه irradiant energy أو الإيه irradiation اللي هو الإشعاع الإشعاع يعني كلمة solar energy هي كلمة radiant energy الوضع إشعاع اللي جاي من الإيه من الصن نيجي بقى لليوزز بنستخدمها في إيه أولاً direct source of sermon بناخد منها الصن ري فيه الورم يعني هي أول ما بتعرض للصن أنا بحس بتدفع على طول وممكن كمان warming houses الhouse built in way enable energy sun warm them by placing large window يعني مكان كده شايفة الشمس بيبتدي إن هو يجمع الصن ري تمام ويبتدي إن هو يحافظ على درجة الحرارة ويدفي إيه المكان اللي هو البيت اللي هو فيه تمام إيه كمان يبقى أولاً warming warming houses تمام green house إيه بقى هي ال green house دي أماكن بيوت بنبنيها للزرع تمام green houses are used in plant the crop that only grow in a warm climate يعني لو نبات متعود إن هو يكبر فيه الصيف ببنيله المكان ده البيت الزجاجي ده علشان أوفر له الجو الحر اللي هو بيلاقيه فيه ال warm climate اللي هو المناخ الده في green house allow inter solar energy اللي هي radiant then this radiant energy is convert into thermal that warm inside a green house يعني ال radiant دو convert into thermal وده سؤال مهم جداً لازم نبقى عارفينه في ال green house solar energy exchange into thermal energy thermal energy inside طبعاً green house فبتوفر أو أقدر إن أنا أزرع فيها crops ما كانتش بتطلع غير في ال warm climate لإنها بتجمع الطاقة الحرارية طيب تاني حاجة ال cooking food قال لي إن أنا عندي ال concave mirror أو ال convergent mirror ال convergent mirror دي اللي هي ال concave دي اللي هي ال concave أو ال collect لل sun ray دي faces لل sun light وال sun rays to heat metal boots and cook food يعني مرايات كده بتجمع الأشعة مرايات مقاعرة كده بتجمع الأشعة وبالتالي بتركز الأشعة على على الأكل وبالتالي ال concave mirror دي بتبتدي إنها لما تجمع ال ray طبعاً توفر حرارة للأكل فتسوي طيب قال لي بقى إن ال concave mirror are curved mirror as shown in opposite picture زي اللي إحنا شايفينها دي بالظبط طيب نيجي بعد كده solar heater solar water heater اللي هي أنابيب اللي إيه المية اللي إيه بتتسخم بالطاقة الشمسية consist panel made of black pipe and they can't placed on roof يعني أنابيب بتتحط على الأسطح ويه بندهنها لون black عشان ينتص لإيه الصن used to heat water when it passes through these pipe then heated water is stored in water tank to be used later يعني بتسخن المية وتتجمع في التانك وبعد كده طبعاً نقدر نستخدمها بعد كده يبقى solar water heater هي عبارة عن panel فيها black pipe placed on إيه roof to collect sun إيه sun رئيس طيب بعد كده يعني بدأ يكلمني نحل بس exercise على ده عشان ما ننساش بيقول لي all the following example of renewable except كل ده renewable معادة طبعاً fossil fuel solar panel use solar energy to generate solar energy to generate lighting houses electric طبعاً wind movement has energy wind move لها إيه لها قائنتك ما هي مادام تحركت تمام post modern turbine و modern water wind turbine water turbine similar في إيه إنهم generate electricity خذوا بالكو احنا في البرت ده أو في اليونت ده أو في الكنسبت ده مركزين على generating electricity نيجي بعد كده بيقول لي إن absence of sunlight the following item negatively effect except كل ده هيتأثر معادة طبعاً الرك لأن solar water heater change إيه change طبعاً أنا solar يبقى solar energy change to a thermal طبعاً لأن أنا هجمع الطاقة الشمسية وهسخن الماء to form energy transfer from the sun earth to earth in the form of wave R and A الشكل اللي جايلي light and thermal من الصن طيب تمام ييجي يقول لي هنا when land and water area on earth absorb the solar energy increase إيه اللي يزيد لما أمطص إيه اللي يزيد التمبريتشر لأنها أمطص حرارة تمام solar energy convert into إيه في greenhouse thermal والسؤال ده مهم greenhouse allow farmer to plant group only in a growing warm climate طيب الconcave اللي هي الconvergent sheets دي بتعمل إيه cooking food is one of the benefit convergent إيه mirror اللي هي المرايات المجمعة نيجي بقى نشوف ليسوا انتهو بيتكلم على solar energy وعلاقتها طبعا بالwind فأول حاجة بيتكلم بيقول أن sun give warmth and light طبعا كلام صح أن main source of energy والmoon كلام غلط لأن المفروض هي sun طيب تعالوا بقى نتكلم تاني على solar panel ولما تكلم على solar panel فأنا عارفة أن تكون صغيرة فتبقى فوق عمود نور تجمع sun light وتحولها الالكتريك فتشغل عمود النور وعندنا في مصر هنا أعمدة شغالة بالsolar panel الطاقة الشمسية وفي solar panel ألواح كتير تطلع لكمية كبيرة من sun light أو من الالكتريست يعني كليكت كمية من sun light كبيرة وتحول ها الالكتريست وتشغل sets أو building تمام طيب solar panel are composed of many small solar cell this cell capture solar energy يعني بتمتص أو بتأخذ solar energy coming from sun and convert directly into electric تمام كلام مش جديد solar panel used to generate electricity كلام مش جديد ومعنى كده ان انا لو بتكلم على irradiant لو انا بتكلم على irradiant اللي هي جاية من الصن طبعا convert into electric فيه solar panel طب هل انا عندي device الشغالة بالsolar panel قال لي اه فيه calculators بيبقى فيها الشاشة السودة دي الCalculators دي تشغالة بيه بتجمع solar energy وتبتدي تعمل recharge للباتري وتبتدي تشغل الكالكليتور فهو بيقول لي electricity can use directly to light the streets electricity can use to recharge some type of batteries like calculators يعني الشاشة السودة دي collect sunlight solar energy وتشحن الباتري وبعد كده تشغل الكالكليتور electricity ده طبعا كل ده اللي جاي من السولار بنا لهو lighting street recharge battery of calculator electricity used to operate various electric devices ممكن اشغل بيها مختلف من the eight devices electricity is used to operate irrigation equipment in a some village ممكن اشغل بيها ادوات الراي يبقى اللي جاي من السولار بنا اقدر استخدمه في اكتر من استخدام اقدر استخدمه لل street تمام light اقدر استخدمه في calculators to recharge the batteries زي calculators يعني اقدر استخدمه to operate electric devices والirrigation devices اللي هي الادوات بتاعة الراي طب ايه علاقة harness the wind ايه علاقة ال wind بالصولار وايه الفكرة اللي فيها تعالوا نشوف كده الموضوع قال لي ان انا عندي ان احنا عارفين ان ال wind turban convert the kinetic into a way of wind اللي طاقة الحركة بتاعة ال wind ال electricity طيب using ازاي بنستخدم طاقة الريح تعالوا نسمع بقى قال لي احنا عارفين ان amount of solar different amount of solar reach to different region of world يعني الشمس بتتوزع بطرق مختلفة يعني مش كل الاماكن درجة حرارة ها واحدة فيه اماكن ساعة فيه اماكن حر فيه اماكن متوسطة الاماونت بتاعة السولار مختلفة تمام قال لل radiant energy heated up air around the earth different degree where the difference in temperature between cold and hot cause air to move and wind to blue بمعنى الشمس او الطاقة الاشععية بتاعة الشمس بتسخن الair بدرجات مختلفة الاختلاف في التمبريتشر ده في الهوى فيه هوا سخن هوا بارد فبيبتدي يخلق انه بيخلي الهوى يتحرك من الايه من اليمين للشمال cold air hot air حرقة او difference في التمبريتشر دي هي السبب في ايه في الحرقة بتاعة الwind ودي ان شاء الله انا اخدها باستفادة فيما بعد يبقى ايه اللي بيخلي الهوى يتحرك اختلاف التمبريتشر في cold air تقيل في hot air خفيف ويبتدي كل واحد فيهم يتحرك في الاتجاهات المختلف بعد كده بيقول لي ان القينتك بتاعة energy of wind used to rotate blades of wind turban يبتدي بقى حركة الwind دي تحرك الريج بتاعة الـ turban وفي الوقت ده wind turban rotate this cause rotation of turban and let's generate electricity الحركة دي او turban دي بعد كده بتشغل بقى الgenerator اللي بيطلعلي الالكتوريستي electric energy طبعا transmit in big a wire different places زي houses والfactors تبتدي بقى الطاقة اللي هي القهربائية دي تمشي في الوير وتشغل بيها الاجهزة يعني معنى كده ان اختلاف temperature والradient بتاعتي انها بتسخن الهوى بدرجات متفوتة ده بيخلي الair بتاع يبقى فيه cold اختلاف temperature ده هو اللي بيخلي الwind blue وطبعا بيخلي فيه wind وبالتالي turban بتتحرك طيب تعالوا نشوف الradient الradient from sun convert into thermal ودي هي اللي بتعمل vary between air وال cold air يعني اختلاف في hot air وال cold air convert into kinetic اللي هو wind turban convert into electric اللي هو power line يعني radiant convert thermal وال thermal بتعمل اختلاف temperature فتطلع wind والwind تعمل قاينتك والقاينتك تطلع لي electric طبعا دي لازم تتذاكر كويس اخر قطاع بقى طبعا حتى دي مهمة قال لي طبيعي جدا ان الwind turban بيطلع قاينتك طب لو wind increase يبقى اكيد البليت efficiency يعني الكفاءة بتاعتها هتزيد وبالتالي generate more electricity دي حتة مهمة وبديهية ممكن تجيلي what happened طيب lesson 3 بقى لان انا طبعا كنت طبعا كان في مشكلة في الفيديو اللي فات lesson 3 water considered renewable energy resource طبعا كلام مظبوط flow of water can be used to generate electricity كلام مظبوط زي ما wind generate electricity الwater برضو generate electricity عن طريق قوة الدفع بتاعت الميا طب تعالوا بقى نتعرف على falling الwater قال لي river flow down hill and during process gravitational potential energy يعني الriver بتبقى جاي من مكان عالي وبتبتدي تنزل لمكان واطي او منخفض طبعا نتيجة gravitational قوة الجذب بتاعت الجاذبية الارضية قال لي convert into kinetic ما هي كانت مخزنة potential وهي نزلة potential gravitational دي تحولت لقاينتك الwater turban rotate to generate electricity طبعا بي kinetic energy اللي هي حصلت وبالتالي بيبتدي يتحرق تطلع لقاينتك والقاينتك تبتدي تعمل generate للإلكترست يبقى gravitational او الميا store gravitational والgrave potential اول ما بتبتدي الwater تتحرك تبتدي تتحول لقاينتك والقاينتك تعمل generate electricity الديم are built on river to control water flow and increase potential الديم اللي هي السدود بتحبس المية بتقفل على المية فطبعا انا طالما قفلت على المية الpotential بتاعتي بتزيد ولما increase potential means اننا اول مهاسبها القاينتك هتزيد فحتديني ضفعة قوية للمية وبالتالي هيطلع الالكتوريستي اعلى يبقى ديم السدود control the water flow and increase potential increase potential لانها حبسة المية مسبتة المية طيب ضرار type of dame ايه بقى قل لي اسمها hydro electric dame تمام hydro electric dame to generate electricity using the flow of water طب تعالوا كده نشوف الhydro electric dame قال لي الhydro electric dame prevent the flow of river water so potential energy of water increase الhydro electric dame prevent حبسة المية وبالتالي عملت increase للpotential اول ما انا هسيب الwater release او flow through turbine dame the potential energy convert into قائنتك قائنتك عالية جدا وبالتالي القائنتك دي flow water transfer بتبتدي تحرك المية تمام انها rotate turban والturban operate generator والgenerator generate electricity كلام سهل جدا طب نوع المية اللي جاي من الwater ده انا بقول عليه يبقى type of electricity اسمها hydro electric energy او hydro electricity hydro طبعا كلمة hydro دي معناها water تمام القطاع ده فاللي هي الطاقة القهر مائية يعني هو انا لما يجي يقول لي hydro electric water hydro electric energy هقول طبعا هي type of electric energy generate by water turbines يعني هي نوع من electric energy generate by water turbines in ديم الديم بيزود البوتنشل والما بفتح الديم بيبتدي انها تشينج تو كاينتك وتش روتيت ايه التوربين وتش جين روتيت او او operate جين ريتور and ايه جين ريت electricity كلمة سهل جدا طيب قال لي بقى قولي لي كده تعالي نعمل المقارنة بين الويند توربين والووتر توربين انا هنا يوز الووتر تو generate electricity ده الديفرونس يوز الويند تو generate electricity طبعا انا هنا موجودة عند الاماكن اللي فيها ديم built on river السدود اللي موجودة عند الانهار هنا بليس وز strong ويند مكان في رياح قوية طب السيميلاريتي ان احنا لتنين رينوبل وان احنا لتنين نتشينج كينيتك تو operate توربين تو generate electricity نيجي بقى للسؤال المنطقي اللي هو ان عندي طبعا الووتر رينوبل الووتر سايكل زي ما احنا عارفين ان عندي الووتر سايكل عن طريق ان بيحصل الووتر تمام اللي على الريفر بعد كده طبعا اللي يتحول الووتر الووتر طبعا بيقابل هو سخن بيقابل ال air اللي هو cold air يبتدي يحصل له condensation condensation دي معناه انه بيكون قطرات من ال دروبلتس من الووتر تتجمع مع بعضها تو فورم كلاودس والكلاودس دي بتبتدي تتقل 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 او يتجمع فيها مياه كتير لحد ما ترجع تنزل تاني على شكل ايه على شكل الرين فالووتر سايكل زي ما احنا تعلمنا قبل كده هي عبارة عن evaporation condensation rain fall عايزة نحفظهم كويس water cycle evaporation condensation rain fall طبعا الريفر water doesn't rain or return back to its source through ديم مش الديم او على طول immediately يعني ولكن البروزز اللي هي بتحصل هي الووتر سايكل فطبعا المطرة بترجع او بالدنيا لما بتمطر تاني بترجع نسبة المية تاني للريفر المطرة هي اللي بترجع الوين الووتر للريفر ممكن احل القطاع ده بما اننا خلصنا الكونسب water flow in hydroelectric ديم generate طبعا electric water turban energy energy water change into electric energy القيناتك طبعا the reason flow flowing of river water downhill is the gravitational مدام هقعي بقى الـ gravitational هي اللي نزلتني water using of water generate electricity depending on طبعا الاماكن 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 طيب both waterfall and air renewable energy resource الwater fall and طبعا الويند water behind a dame store store potential مش store طبعا potential طيب both water and wind used operate turban kinetic مدام operate turban يبقى لإيه kinetic نيجي لي form of energy result from waterfall is cold اللي نازل من الwater fall بقول عليه hydro طبعا electric لأنه جاي من المية which of the following is renewable energy resource طبعا الwater running water water cycle a before falling قبل ما تنزل evaporate and condense river water evaporate by help heating heat produced from طبعا مين لا يعمل لي evaporate قصة تمام نيجي لآخر قطعتين بيقول لي water cycle or water evaporate then condense in form of a and return back form of cloud طبعا هي بتتكتل أو بتعمل droplets من a cloud speed moving water change 5 meter per second 2 a kinetic will increase يبقى 6 طبعا أنا زودت الkinetic يبقى زودت speed بتاع المية يبقى زودت a alkinetic ده concept كله على بعضه بعتزر طبعا عن الخطأ اللي فات أشوف كم بقال في خير والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر